بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنة الصحفي التركي الشهير مهمة جنبالكي رحمه الله تقول بين دعوات تركية وأممية لإجراء تحقيق في القصف تصر حكومة العراق على موقفها باتهام تركيا وزيادة التوتر بتصعيدات كبيرة لا تتم إلا في حالة إعلان العذاوة بين البلدان أو إعلان الحرب يبقى السؤال برأيكم من له مصلحة بقصف زاخو للإجابة عن هذا السؤال كونوا معنا حتى النهاية العراق يتهم تركيا تركيا تنفي وتتهم أطراف أخرى ثلاث أطراف متهمة بتنفيذ القصف تركيا إيران تنظيم بيكاكي تركيا تدين إيران وتدين بيكاكي بالقصف إدانة جميع الأطراف المتهمة القصف يجعل الشخص الذي يبحث عن الحقيقة يدخل في دوام التسييس الحدث تتابع ابن الجنبالكي واستخدامه لتحقيق أهداف أخرى دون أن يعرف هوية الفاعل الحقيقي ولهذا سوف نستعرض تفاصيل مهمة عمن له مصلحة في تنفيذ القصف ونترك لكم إصدار الحكم النهائي ليس من مصلحة تركيا أبدا قصف أهداف مدنية فكما تعلمون أن هناك دول عدة تنتظر زلة من تركيا لإدانتها وحشد الرأي العالمي ضدها لذلك دوما ما تكون تركيا دقيقة في تنفيذ أي قصف في عملياتها ضد تنظيم بيكاكي لكن ماذا لو كان القصف تركيا بالخطأ؟ احتمالية أن يكون قصفا تركيا بالخطأ ضعيفة فهل تعلمون لماذا؟ أولا يتم رصد الهدف ومتابعته 48 ساعة حتى مع احتمالية فقدانه ثانيا يتم إبلاغ العناصر التركية على الأرض بالهدف فقد يكونون عناصر من الجيش التركي أو الاستخبارات بزي مدني ثالثا في حال تأكد من أن المسلحين ليسوا من عناصر الجيش التركي أو الاستخبارات يتم التواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان فقد يكونوا أي العناصر المسلحة من البشمرقة وقد يكونوا قرويين رابعا في حال تأكد من أن المسلحين يتم ضربهم حسب نوع وكمية العناصر ومن الأمور التي تؤكد احتمالية ضعف رواية العراق أن تركيا هي من قامت بالقصف هي أن عناصر تنظيم بيكاكي من المستحيل أن يجتمع 40 شخص تقريبا في أجواء مكشوفة مهما حدث لأنهم يعلمون أن الطائرات التركية المسيرة قد ترصدهم بأي لحظة ولو افترضنا أن هناك 40 شخصا من عناصر تنظيم بيكاكي قد اجتمعوا في مكان مكشوف ووصلت المعلومات للجيش التركي فإن ضرب هدف بهذا الحجم والعدد الكبير يستحيل أن يكون قصفا مدفعيا أو حتى طائرات مسيرة بل يتم تثبيت الهدف ويتم قصفه باستخدام طائرات F-16 وبما أن القصف لم يكن غارة جوية فهذا يعني ضعف الرواية العراقية طيب ماذا لو افترضنا أن الجيش التركي استخدم قصف مدفعي لو فعل ذلك لتم قصف الهدف بعشرات الضربات لكي يتم محوه كليا وليس إصابته ضربات بسيطة ويستحيل ضرب الهدف دون التواصل مع مركز القيادة في تركيا وتقييد المحادثات اللاسلكية لهذا فرواية قصف تركيا للمدنيين تبدو ضعيفة نوعا ما حسب المعطيات أما عن إيران ما مصلحة إيران بقصف المدنيين تتساءل ابن جان باكلي في الحقيقة لا مصلحة أو عداوة شخصية لإيران مع المدنيين الذين تم قصفهم إلا في حالة واحدة أن تريد إيران تحقيق أهداف أخرى من خلال هذا القصف تذكرون أنه قبل أشهر ومع بداية أهم حملة عسكرية تركية في شمال العراق قفل المخلب والتي لأول مرة تتم بالتعاون بين الجيش التركي والبشمرقة قصفت إيران بصواريخ باليستية منزلا قالت إنه يعود لعناصر من الموساد في أربيل لكن تبين أن المنزل الذي تم قصفه يعود لرجل الأعمال باز كريم مالك مجموعة كار التي قيل أنها ستكون الشركة التي ستنفذ مشروع تصدير غاز إقليم كردستان عبر تركيا وأن المشروع ينقصه فقط تحرير المنطقة التي يمر عبرها خط الأنابيب من عناصر بيكاكي لهذا قامت تركيا بعملية مشتركة مع البشمرقة ومهمة البشمرقة هي تحديد الأهداف المدنية عن مقاتلي التنظيم وإيران وروسيا سعت لعرقلة هذا المشروع لأن روسيا لا ترغب بأن يكون هناك بديل للغاز الروسي في أوروبا تتابع ابنة جانبالكي وإيران ترغب بأن تلعب دورا إقليميا في كردستان في إمداد الغاز لأوروبا عبر تركيا كذلك بعد انتهاء قمة طهران بالفشل كان الخلاف والتهديدات واضحا بين الأطراف فتركيا هددت بتنفيذ عملياتها ولا يمكنها أن تأخذ إذن من أحد في حين قابل ذلك رفضا روسيا ورفضا إيرانيا بأنه في حال أقدمت تركيا على تنفيذ عملياتها فهذا الأمر لن يضر سوريا فقط بل سيضر كل المنطقة بمن فيهم تركيا وربما من المحتمل أن إيران أرادت بالقصف إرسال رسالة تهديد لتركيا لكن هذه المرة في العراق وذلك لفتح جبهة على تركيا لإشغالها وثنيها عن أي عملية في سوريا لأنه بعد القصف اتهمت حكومة العراق تركيا فورا بعد 15 دقيقة تقريبا من القصف لتخرج الميليشيات التابعة لإيران وتحدث مظاهرات ضد تركيا وتحرق علامها وتداهم سفاراتها ولم تكتفي بهذا بل قصفت بطائرات انتحارية قاعدة للجيش التركي بشمالي العراق كذلك مما يرجح فرضية تورط إيران تتابع ابن الجنبلكي هو أنه بعد فشل قمة تهران قصفت روسيا مناطق تابعة للسيطرة التركية في سوريا مما راح ضحيته عدد من الأبرياء وكأن إيران أرسلت رسالة لتركيا في العراق وأرسلت روسيا رسالة كذلك في سوريا تتابع ابن الجنبلكي تنظيم بيكاكي مع بداية عملية قفل المخلب والتي لأول مرة تتوغل فيها لمعاقل التنظيم خرج جميل بييق وهو واحد من أهم قادة التنظيم يقول إنه في حال لم يتم إيقاف تركيا فسيتم القضاء على التنظيم بيكاكي للأبد وأنه يجب على العالم التدخل لإيقاف تركيا ولهذا فلربما لجأ التنظيم لهذه الحيلة خصوصا أن المنطقة تخضع لسيطرته وأن لديه عدد من النقاط الأمنية في تلك المنطقة والتي يعرف من خلالها هوية الأشخاص في الحافلة ولهذا أراد توريط تركيا هذه المرة مع الحكومة المركزية في بغداد وذلك لتشكل حكومة بغداد ضغطا على تركيا لإيقاف عملياتها وسحب عناصرها وإيقاف الحرب ضد التنظيم وهذا ما طالبت به حكومة بغداد بالفعل وأخيرا تستطيع الحكومة العراقية ضحض كل الفرضيات من خلال إجراء تحقيق لا يتعدى الساعات لمعرفة السلاح والقذائف المستخدمة في القصف وما مصدرها وفي مخزون أي جيش والدولة المصنعة له بذلك متابعين الأعزاء نكون قد استعرضنا معكم ما كتبته ابنة الصحفي التركي الشهير مهمة جانبالكي والتي تحدثت فيه عن العملية التي حدثت في العراق والتي حدث فيها اتهامات عديدة لتركيا من طرف إيران والحكومة العراقية أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته